كشفت قيادة عمليات بغداد عن عزمها رفع عشرات السيطرات والمرابطات الامنية في عموم المحافظات خلال العام المقبل لتخفيف الزخم المروري على الشوارع فقائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيع قال في مؤتمر صحفي ان الخطط الامنية في العام المقبل تتضمن رفع اكثر من 35 سيطرة و72 مرابطة امنية في عموم العاصمة بغداد لتخفيف الزخم المروري مؤكدا استمرار نهج القيادة منذ عام 2016 برفع السيطرات والمرابطات من شوارع العاصمة واضح الربيعي ان اليوم سيشهد فتح شوارع والطرق جديدة مغلقة رح نرفع عدد من السيطرات بالكرخ والرصافة بالرصافة 22 سيطرين وعباء رح نرفع وهذه السيطرات شفوها بالشوارع وان شاء الله اليوم رح نبلش بقاطح الرصافة وبالكرخ رح نرفع 13 سيطرة يوم غدا رح نباشر بالكرخ نعجم عدنا السيطرات بالرصافة اعداد اكثر حقيقة من 38 سيطر احنا اعداد اكبر من هذا تشوار مع الاخوة القادة الميدانيين وبالكرخ عدنا 34 مرابطة رح نرفع هذه ان شاء الله كلها الساهم في تخفيب الزخم عن بغداد العزيزة بغداد اخواني امنة مستقرة مثل ما شرعت عندنا جهود استخباري حقيقة متهمية في بغداد كما وبين اشتركوا في القناة